اشتركوا في القناة في حوار مع جريدة اسبريس اليوم ان مصر لا تعترف بالجمهورية الصحراوية ولا تقيم اي علاقات معها اشار السفير المصري الجديد لان الجمهورية العربية المصرية كانت قد شاركت في المؤتمر الدولي الذي نظمته المملكة المغربية والولايات المتحدة الامريكية لدعم خطة الحكم الذاتي في يناير 2021 وشدد على ان الموقف المصري بخصوص دعم الوحدة الترابية للمغرب لا يقبل التأويل او التشكيك من جهة اخرى يقوم اليوم الاثنين الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون بزيارة الى مصر لمدة يومين يلتقي فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء